حركية متزايدة شهدها قطاع السياحة في الفترة الأخيرة جعلتنا نشاهد إقبالا منقطع النظير للاستثمار في القطاع وشيدت الفنادق بمعايير عالمية وبخدمات راقية الجزائر العاصمة ولأنها تحظى باهتمام كبير من قبل السياح من داخل وخارج الوطن تحولت إلى قبلة أولى للمستثمرين السياحيين الذين أقاموا بها مشاريع فخمة على غرار فندق لاماريز ذو الأربع نجوم بواجهة تطل على العاصمة وأخرى على البحر وبخدمات مميزة وفندق حياة ريجنسي المحاذي لمطار هواري بومدين الدولي بغرفه الثلاثمائة وعشرين المزودة بوسائل راحة حديثة وعديد المنشآت الفندقية التي لا تقل جمالا عن المذكورة فندق لاماريز فندق أربع نجوم متواجد في الجزائر العاصمة تحديدا في القبة تاريخ الافتتاح كان في 12 جوليه 2017 يحتوي فندق لاماريز على 70 غرفة فيه مطعم في الطابق السابع عنده يطلع لعلى الابندة الجي والمحر نحن درنا وتلع عائلي وولدي هو اللي راح يجير فيه هنا نحن نحوث على بلاس عائلية ورستور عائلية إلى غرب العاصمة وبالتحديد الباهية وهران والتي بدورها تحتوي على فنادق فاخرة استضافت أكبر الأحداث الوطنية والدولية وتركت انطباعا جميلا عند زوارها نفس الشيء بولاية عينتي موشنت وعينتنا بهذه الولاية فندق الباخرة المميز من الغربي إلى شرق الوطن وعلى سبيل المثال للحصرة فندق الشرق بالعلماء يضاف إلى سلسلة الفنادق التي تميز ولاية الصيف ما تلك هي الغربي إلى زوجة؟ ولأننا في موسم السياحة الصحراوية لا بد أن نعرج على الإمكانيات الفندقية الموجودة بجنوبنا الكبير ولعل أبرزها مجمع الغزالة الذهابية الذي أدهش كل منظاره بمعماره الفريد من نوعه وخدماته الخمس نجوم كذلك بولاية أضرار فنادق بتصنيفات مختلفة كفندق توات الذي استعاد بارقه وستجد نفس الشيء في باقي الولايات لا يختلف فيه اثنان أن الجزائر فيه إرادة كبيرة فتح المجال أمام القطاع الخاص والقطاع العام في مجال استثمار في الفندقة مثل اليوم على مستوى العاصمة هناك أسماء كبيرة ضن ذكرها في هذا المجال أنها يعني اليوم المجال مفتوح أمامهم في مجال الخدمات كذلك إذا رحنا إلى الشرق أو غرب الولايات نجد أسماء جديدة وفنادق كبيرة بأسعار تنفسية ممكن أن تغري وربما أن تجعل الزبون يأتي لها دون تردد وبالتالي في مجال الخدمات الفندقية ربما من حد النقطة هو أن في خطوة نقدر نقول خطوة محترمة في مجال الفندق فنادق شيدت حديثا بمواصفات دولية توفر الراحل السائح أينما حل وارتحل في الجزائر من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها بتنوع السياحة فيها جبالية صحراوية حموية وغيرها رافقتها تسهيلات تقدمها الدولة الجزائرية للمستثمرين والسياح على حد سواء لتبدأ الجزائر السير بخطة ثابتة في طريق اقتصاد السياحة